نور لديك المزيد من التفاصيل حول ما يتعلق بربما التعريفات الجمهورية والتجارة ملامح جديدة لحركة التجارة العالمية رسمتها جائحة كورونا بعد هذه الجائحة والتغيرات الاقتصادية الكثيرة التي سمعنا عنها حول العالم من إغلاق الحدود وتأثير ذلك أيضا على سلسل المدد والتوريد وتأثير ذلك على الحركة التجارية بين دول العالم وعلى تكليف الشحن وتكليف التجارة كله أوجد نوع من خارطة جديدة للحركة التجارية بين دول العالم وأيضا أثر بدوره على الحجم هذه التجارة وعلى الناتج المحلي الإجمالي أو على نسبة التجارة من الناتج المحلي الإجمالي للدول والعالم على كل من نظرنا على هذا الرسم البياني يظهر بشكل واضح كل التغيرات على مدار السنوات الماضية والتي فاقمتها أيضا هذا العام الحرب التي اندلعت بين روسيا وأوكرانيا والتي زادت من هذه المشاكل خصوصا أنه كلا الدولتين تصدر الكثير من السلع الأساسية السلع الزراعية الأساسية مثل القمح والذرة وحبوب الصوية وغيرها على كل إذا ما نظرنا على الأرقام في عام 2020 عندما كان الناتج المحلي الإجمالي على أساس الانسانوية في النطاق السلبي وكانت حركة التجارة يعني مع بداية أزمة كورونا كانت قد أتت أو أصبح النمو حجم التجارة في النطاق السلبي ولكن بعد أزمة كورونا وبعد إعادة فتح الاقتصادات وبعد الكثير من السياسات التي قامت بها الدول عاد حجم التجارة العالمية إلى الارتفاع وعاد الناتج المحلي الإجمالي إلى النطاق الإيجابي من نسب النمو يعني بحجم النمو وهو ما نراه حتى الآن ولكن يبدو أنه الضغوط الآتية والتي ارتفعت وتفاقبت بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي أتت تقريبا في منتصف هذا العام نرى أنه هناك نوع من استقرار أو نوع من توقف لهذا النمو في حركة التجارة العالمية إذا ما انتقلنا إلى الرسم البياني التالي الذي يظهر أيضا تأثير هذه الحرب ويظهر أيضا تأثير كل العوامل الضغطة من كورونا وأزمة سالسة الأمداد وتوريد كله على حجم التجارة العالمية وحصتها من الناتج المحلي الإجمالي هذا الرسم البياني يعطينا النسبة للتجارة من الناتج المحلي الإجمالي ونرى كيف كانت في عام 2000 تشكل نسبة بدأت تتزايد خصوصا مع انفتاح الاقتصادات على بعضها البعض بعد عام 2000 عاد ذلك وتراجع تحديدا الأزمة المالية العالمية في عام 2008-2009 عندما تراجعت أحجام التجارة العالمية كحصة من الناتج المحلي العالم أو الناتج الإجمالي العالمي طبعا مع هذه الحرب نرى أنه هناك بعض التراجعات لهذه النسبة ولكن عادت لتسجل بعض الارتفاعات ولكن طبعا تبقى هذه الارتفاعات محدودة مقارنة بنسبة التجارة من إجمالي الناتج العالمي كما كان في السنوات الماضية اليوم عدنا لنسمع عن أسس قديمة كانت موجودة في الدول من حيث تنظيم التجارة وهي الحماية التجارية أو ما يعرف بالبروتكشنزم ولكن يبدو أن الدول تتوجه إلى هذا الخيار أو إلى هذا الاحتمال مع زيادة المخاوف من الضغوط حول إيجاد السلع الأساسية داخل الدولة وتأمين الأمن الغذائي شكرا لك يا نور